خمسة أربعة ثلاثة كيوب ونقول فيها أنه نحن نجحنا بإنتاج الفيلم بغض النظر هو عن الجودة اللي طلعنا فيها طبعا نحن مرينا بكتير صعوبات نحن كان ريهاننا على المحبة على الإيمان بالقضية على الإيمان بالثورة يلي علمتنا أنه ما في شي مستحيل بكرة بس إن شاء الله خلصنا من مرحلة المونتاج وتم إنتاج العمل وشفته راح تشوفوا أنه البساطة اللي بالفيلم هي نفس اللي أنتجنا فيها الفيلم نحن عشنا في الثورة بمحبة وأنتجنا الفيلم بمحبة الأول ما بلشنا ما كنا متوقعين نوصل لهذه المرحلة لأنه إمكانياتنا هي بالأساس ضعيفة ونحن بالأساس كلياتنا موجودين بهذه الفيلم يعني نحن خلينا نقول مجموعة هوات ما أحدا عنده خبرة بالتمثيل بالقبل وما أحدا مشتغل من قبل فما توقعنا كانت نسبة النجاح كتير ضعيفة بالنسبة لنا ولكن يعني إيماننا بالثورة اللي علمتنا أنه ما عنا شي مستحيل وتفاهمنا مع بعض الاندماج اللي صار بين الشباب يعني والتفاهم اللي صار بين بعضنا الشباب حبت بعضها وأصرينا خلص أنه إحنا لازم نكمل هاي الفكرة والحمد لله توفقنا ووصلنا لهذه المرحلة بالنهاية نحن فريق يعني ممكن ما في أي فريق تحت هاي الظروف يحسن يشتغل اللي اشتغلناه ويأنتج اللي أنتجناه طبعا فيه كتير مشكلات عبواجها بالفيلم باعتبار المكياج اللي عبستعمله هي من عبارة عن مواد أولية بسيطة اللي ما بدهم ففيه كتير مشاهد فيها أكتر من 15 شخصية بيلزموا المكياج فعبطر عيد المكياج للأشخاص اللي بدأت فيهم من الأول وبشكلة بدون مساعدة أي شخص باعتبار الوحيد المكياج في الشمال المحرر